مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم مصفط محشي الكرمب او محشي الملفوف حاجة جدا لديدة طبعا كل واحد له طريقة في المحشي وكل الطرق لديدة وهادي طريقة امي الله يرحمه هي علمني طريقة المحشي شوفوها واتبعوها بتحبوها كتير سهلة وكتير لديدة بس اهم حاجة في الملفوف او في المحشي انكم تختاروا كرمب يعني يكون حلو اختيار الملفوف او اختيار الكرمب لانه في ملفوف تكون للسلطات وفي ملفوفة تكون للحشو فانتم كيف بتعرفو الان من الفيديو شوفو ما شاء الله كيف بتلاقو المحشي معاكم مش معجن وحبة بحبة حاجة جدا روعة خلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير واول حاجة بنختار الملفوف انا عندي شوفو ملفوف او الملفوفة تكون لازم تكون مفطحة ما تكونش شكلة مثل الكرة شوفو كيف تحسوها انها كده مفطحة كيف نفس كده اول حاجة ببعد القدع تبعي شوفو كيف بقطعه وببعده اول غسلوها لازم تشطفوها بعدين تبعدوا القدع والان بتقطعوها بالحاجة من اللي انتم حابينه اني طبعا هادي تعتبر كبيرة فاني بقطعها خمسة من الوسط وثلاثة من القوانب لانها كبيرة عندي وانتم زي ما تحبو ما شاء الله دي اسهل طريقة في التقطيع يعني ما تغلبش ولا التعب ومستحيل ما تعرفوا ليش لا جدا سهلة لانه هو شوية انه متعب او الواحد ياخدهم انه كيف ما نقطع الملفوف او المحشي لكن دي الطريقة سهلة تمام اتبعوها وان شاء الله تكون معكم شوفوا كيف الحبات تطلع طبعا بكلمكم معلومة افضل وقت تختاروا في الملفوف يكون الملفوف حلو بالشتاء من شهر عشرة الى شهر ثلاثة يكون الملفوف مسكر او طعمه لديد باقي الشهور حلوة بس من زي الشتاء بعد كده شوفوا فصلة الحبات لازم تخرجوها كده بعدين بقي بقدر وبضيف له زيت وبضيف له كمون طبعا في بعضهم بس على كمون يسلقوا بس اني لازم اضيف زيت لاني افرزنه بالفريزر وابدا اضيف الملفوف اخليه تقريبا خمس دقيق لما يطره شوية او يدبل شوية خلاص اصفيه من الماء لازم احطه بصفاية بس اخلص الكمية كامل ابدأ ارتب الملفوف يعني حتى شوفوا القدوع مرميهاش لانه تنفعني بعدين احطه اسفل القدر او اسفل المحشي لما بقي بطبخه بعد كده قصمه باكياس وافرزنه لازم افرزنه اقل شي يوم او يومين بعدين استخدموه يطلع ألد هنا عشان نعمل الحشوة عندي كمية من الزيت ومن السمنة معلقة المحشي يحب الزيت واضيف بصلة مفرومة ناعم اخليه بس تتشقر او تدبل بضيف عليها من السلصة طبعا ان الطماطع عندي مش احمر فضفت ملعقتين كبيرة سلصة اذا الطماطع عندكم احمر ما فيش داعي ملعقة كبيرة سلصة تكفي واضيف ثلاثة فصوص من الثوم هذا تقريبا لكوبين رز اللي بعمل الكمية كوبين رز وخليه يتشوح لازم تمام اشوح السلصة بالزيت ومع البصل هنا بضيف بهارات السبع ملعقة صغيرة بهارات السبع واضيف كوب من عصير الطماطم واضيف ملح تقريبا الكوبين الرز باضيف له ملعقتين صغيرة ملح واضيف ملعقة صغيرة من السكر او اضيف ملعقة كبيرة من جزراء المبشورة واهم مكون نعناع مقفف اضيف ملعقة صغيرة مليانة من النعناع المقفف هو اللي يعطيه الطعم هنا طبعا انا ارولكم النعناع المقفف لاني اقففه في البيت ما شاء الله اخضر فاتح ولديد لديد انشانا بنزلكم الطريقة خلو يتسبك على نار هادئة تقريبا كل ما تسبك مثلا اخد ساعة نص ساعة كل ما تسبك تماما الكشنة كل ما طلعت ألد انا اخدت مني نص ساعة على نار هادئة بعد ما تسبكت تماما وثقلات شوفوا كيف تكون تقيلة الكشنة اخد منها ملعقتين عشان بعدين بخليه للمرقة بعدين بضيف له كوبين روز مصري مغسول مش ممقوع بس مغسول وبضيف له قليل من الشبت طبعا انا عندي الشبت مفرزن او اللي هو السوى نحنا نقول له فعادا وعندي هنا بقدونس مع كزبرة مفرومة بضيفة كله على نار هادئة بس قلبتين واطفي النار وتكون الحشوة قاهزة هذه هي طريقتي بالحشوة تشتط ضفولة دبس رمان تضفولة اضافات هذا الشي راجع لكم هنا انا طلعت ورقة الملفوف من الفريزر طبعا قبله بيوم طلعته عشان يفك معايا حطته في التلاقة بس فك معايا شطفته شوية بالماء وبعدين قلست رتبته في صينية او في تبسي وخلاص عشان الان بقلس احشي طبعا هنا الحشوة عندي حامية فاني حطته في الصحن عشان تبرد معايا الان شوفوا كيف الحشوة تكون مع اتقاه مع اتقاه الخطوط حق المحشي والمحشي شوفوا الوفو ثلاث لفات واحد اتنين ثلاثة ممكن اربع لفات اذا كانت الورقة خفيفة انتبهوا تزودوا لفات المحشي تقع ثخينة او تقيلة تستوي لحبة المحشي لا ثلاث لفات وخلاص وحتى لو كانت زيادة اقطع نفس موضح لكم بالفيديو شوفوا كيف ولا تخافوش مش لازم تقفلوا من القوانب المحشي الملفوف المحشي الملفوف مش زي ورقة العنب لازم نقفل من القوانب محشي الملفوف لما ينطبخ يشد نفسه يتقفل مع نفسه يعني ما يخرجش بالعكس يشد مع نفسه وما يطلعش الرز من غير ما اقفل من القوانب شوفوا ثلاث لفات وخلاص إذا كان زيادة اقطعوه بعدين هنا الباقي هنا خلصت معايا الكشنة والباقي بفرومه بحطه بأسفل القدر اللي بطبخ في بقه وأسفل الدست انتبهوه تضوفوا بطاطس البطاطس اسحب كل الطعم لا ضوفوا أما إذا معاكم من الملفوف باقي أو ممكن تضوفوا شرائح بصل أو شرائح قزر أو شرائح طماطم هذا أفضل حاجة بعد كده تبدأو ترسو حبات الملفوف أو محبات المحشي الملفوف كده بشكل يكون مرتب إنه تكون بمستوى واحد بس لا تخلوش إنه ما يكونش فيه مسافة بينه يعني لتضيقوناش جم بعض بس ما تكونش يعني جم بعض جم بعض لا جم بعض براحة يعني تخلوها مرصوصة بارتياح لإنه إذا خلتوها جم بعض مشدودة لما تقول بتضوفوا المراقبة تطبخوها المراقبة ما بتنزلش لا تحت ممكن يستوي معاكم المحشي من تحت نين أو ما ينضاقش معاكم بس من فوق ينضاق لإنه المراقبة ما نزلتش لا تحت لا أهم شي يكون نفس المستوى هنا المراقبة المحشي بعمل إيش بعمل شوية من الزيت بضيف ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم بضيف شوية من فلفل الحار اختياري بودر وشوية كمون شوية كزبرة بودر وبضيف من الكشلاء اللي طلعتها حق المحشي وبضيف ماء تقريبا أنا ضفت كوبين من الماء وكمان الملح أدلوا الملح انتبهوا لإنه الحشوة تكون مالحة لازم تعدلوا تمام الملح تضيفوا مرقة لحمة أو دقاق مرقة دقاق بس أنا ما أحبش المرقة في المحشي فأضيف بس ماء أضيف أحب الماء فقط وبعد كده شوفوا أضيف المرقة على المحشي وابدأ أحركه لازم أنزل المرقة لتحت عشان ينضج معايا لازم كل ما أضيف يعني الكوبين الآن اللي عملتهم المرقة لازم أضيفه وهز القدر عشان المرقة تنزل تحت بعد كده بضيف صحن أو أي ثقل معاكم وبضيف باقي المرقة طبعا لأنه عندي القدر فل استودست فل ما شاء الله مليان ما قداش أضيف باقي المرقة خلص الآن أخليه على نار عالية أول ما تبدأ تنشف أرجع أضيف ليل من المرقة المهم أخلص الكوبين بعد كده ما نشوف المرقة بدأت تنشف شوية أوطي النار وخليها ستين دقيقة إلى ساعة ونص على نار هادئة وممكن تحطوه تحته حديدة بعد ما شاء الله ستين دقيقة أني أخذ مني طبعا لازم كل شوية تضوقوا وأكيد الصراحة المحشي بس ينطبخ كل شوية بتروح المطبخ وبتضوقوا لأنه الريحة ما بتقدرش تتحملوها نحن كل شوية وندوق كل شوية لازم نضوق حبة ما شاء الله تبارك الله المحشي لديد قلبنا وما شاء الله صحن كيف وحار وما شاء الله كل حبة يعني بحبة تيم مش من تعقين أبدان الرز حتى بتشوفوا من داخل الرز مفلفل على قولة المصريين حبة بحبة وشوفوا كيف الحبات تتفتح معاكم طبعا أنتم تقدروا تقدموا معا يعني على عصرة ليمون إذا تحبوا الحموضة زي ما تحبوا وشوفوا ما شاء الله حبة بحبة إن شاء الله تقربوا هذه الطريقة وتضبط معاكم هذه طريقة أمي الله يغفل لي ويرحمي لا تنسوا أمي من دعاكم إنه ربي يرحمي وغفل لي وينور قبلها يا رب هذه طريقة أمي وقالت لكم وأني تعلمت منه وما شاء الله شوفوا كيف المحشي حار أنا أشتري أرويكم ومحشي حامي مش قادرة أفتحه إن شاء الله تقربوا وتضبط معاكم وإذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم وبالعافية لي ولكم